العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية هي ما تختص به الملكية الفكرية التي انضمت إليها السلطنة مثل اتفاقية باريس للملكية الصناعية وعلى مدى ما يقارب أربعة عقود سعت السلطنة إلى تطوير المنظومة القانونية والتشريعات التي تواكب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالحفاظ على إبداعات العنصر البشري وتساهم في حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وتعمل كذلك على تحفيز العقل للسير في طريق الإبداع فحماية الملكية الفكرية لها دور مهم في تنمية القطاع الخاص وتهجيع الاستثمار فهي أداة تنمية للأعمال والمشاريع التجارية وتوسيع انتشارها محليا ودوليا بما يساعد على جلب رؤوس الأموال الخارجية وهنا يأتي دور دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة التي تقوم بدور بارز في تشجيع الاستثمار والتطوير والبحث العلمي المفيد والحماية من التزوير والقرصنة الفكرية من خلال الحماية التي توفرها في السلطنة بالتعاون مع الجهات الشريكة في هذا المجال ومن خلال الدور الذي تلعبه الدائرة تشير الاحصائيات الحديثة للوزارة إلى استلامها خلال العام 2015 ما يقارب 7500 طلب فيما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة خلال نفس العام ما يقارب 346 طلب براءات اختراع في حين بلغت إداعات حق المؤلف 216 مصنفا ومواكبة للتطورات التي تشهدها ساحة الملكية الفكرية دشنت وزارة التجارة والصناعة في شهر فبراير الماضي مشروع أرشفة وثائق الملكية الفكرية وهو مشروع لأرشفة كافة الطلبات التابعة لدائرة الملكية الفكرية والتي تتمثل في العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وذلك لتسهيل الإجراءات بالشكل المطلوب